كل النهاردة يمكن نسبة لغبطة هل في انتخابات خاصة لاتحاد الكرة أو خاصة بالانتخابات القادمة بالنسبة لاتحاد الكرة تبقى موجودة السنة دي ولا مش هنشوف انتخابات لاتحاد الكرة كلام كتير جدا وخطبات رايحة جاية ما بين اللجنة الأولمبية والاتحاد المصر للكرة القادمة أو اللجنة الخماسية اللي بتدير اتحاد الكرة في الوقت الحالي بخصوص الجمعية الأمامية العادية والغير عادية إمتى اللجنة الخماسية بتحاول تستفسر عن الأمور الخاصة بإنعقاد الجمعية الأمامية بخصوص طبعا منقشة اللايحة أو اللايحة النظام الأساسي وأيضا الأمور الخاصة بالمنقشات الخاصة بالميزانية الخاصة باتحاد الكورة حاجات كتير جدا بخصوص هذه الأمور لكن الخطابات رايحة جاية وفي الآخر بتطلع أو اللجنة الأنبية النهاردة بتفاجئ كل الناس أو بتفاجئ اللجنة الخماسية بخطاب مهم جدا هقوله لحضرتكم طبعا أن جزئية الانتخابات أو جامعة أمامية لما هتتعامل هتناقش فيها بعض الأمور الخاصة بالليحة والانتخابات القادمة النقطة في إيه؟ أن اللجنة الأنبية ردت على الاتحاد المصري لكرة القادمة أو اللجنة الخماسية بأن ما ينفعش تعمل أي نعقاد لجامعية أمامية إلا لما الموسم القاروي ينتهي يعني بتنتكلم في أكتوبر فبالتالي الوقت المتاح بالنسبة لهذه الجامعية أو نعقاد الجامعية أمامية هيكون عدة وأنك تدعو لانتخابات خاصة للاتحاد الكرة يكون عدة بشكل كبير في توقيت المناسب لأنت تعمل انتخابات وبالتالي الكلام من خلال هذا الخطاب يقول أن الاتحاد المصري أو اللجنة الخماسية هيتمد عقدها لسنة كمان ده كلام من خلال أو بنستشفه من خلال الخطابات اللي رايحة جاية ما بين الاتحاد المصري واللجنة الأولمبية يمكن بشفان سنشام حطب حذر بشكل كبير من إجراء الانتخابات بعد هذا الموعد اللي هو الانتهاء من الموسم القاروي لو اتعامل أو قبل كده عشان بس أنا بقى بالزبط لو اتعامل انتخابات قبل الموسم القاروي وما يخلص هيكون في حاجة أو جزء غير صحيح في إجراءات الانتخابات وبالتالي أي طعن على الانتخابات بعد كده هيكون على طول بينحل المجلس الخاص بانتحاد الكرة الجديد فبالتالي لازم انتحاد الكرة من خلال الخطابات اللي رايحة جاية يشوف حل مع الجزئية التوقيت الخاص بالجامعية العموية أو ناقضها بشكل كبير فبالتالي أول خبر معايا كان اللجنة الأولمبية ترفض إجراءات عمومية اتحاد الكرة في يوليو كان زي ما قولت أحاكم كان الاتحاد الكرة عايز يعمل في منتصف يوليو الحالي ناقض لي الجامعية العموية الخاصة به اتحاد الكرة ونمخشط بعض الأمور الخاصة به الجامعية العموية العادية